بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل في محاضرة اليوم خصائص المواقع وبنبتدي نتكلم على خاصية الكابيلاريتي وهي أحد نواتج وجود ظاهرة السيرفيستينشن زي ما تكلمنا في المحاضرة الماضية ظاهرة الكابيلاريتي للخاصية الشعرية السيرفيستينشن leads to this phenomenon which is called كابيلاريتي بيبقى أنا عندي أمبوب روفياء لو وضعته داخل سائل بلاقي أنه بيرتفع السائل عمود من الليكود في داخل البايب وده عندنا هذا المقدار للرائز or some cases بنسميها الكابيلاريتي خاصية الشعرية وده بتحدث داخل كابيلاريتي تيوب يعني خاصية لأنابيب روفياء جدا تحدث هذه الخاصية ويدي بتعتمد على relative magnitude of cohesion of the liquids and the adhesion of the liquids to the wall containing in the tube يبقى منقول بتعتمد هذه الخاصية على مقدار قوة التماسك والتلاصق تلاصق بين السائل وسطح التيوب والتماسك بين الجزائيات بتاعة الماء اللي موجودة عندنا طبعاً اللي موجودة عندنا بيرتفع إذا كانت الادهيشن أكبر من الكوهيشن وبينقافض إذا كانت الكوهيشن أكبر من الادهيشن فورس الكابلاريتي is important using too smaller than يعني الأنبيبولي أقل من 10 بالليل تظهر هذه الخاصية عندنا أكبر من 12 مليلي متر بتهمل هذه الخاصية زي ما احنا شايفين الخاصية قدامنا أو الكابلاريتي اكشن أنت بتضع الأنبوبة عندنا بيحدث عندي ارتفاع للسائل هذا الارتفاع بيحدث نتيجة وجود أن أنا عندي خاصية السيرفيس تينشن وبالتالي لو خدت بارتكيلز هنا عند أي نقطة من نصة تقع تحت تأثير قوتين قوة السيرفيس تينشن الأعلى وقوة الوزن الأسفل وأنا بقدر أوازن بين الاثنين بقدر عارف قيمة الارتفاع اللي موجود عندنا ويمكن هذا الكلام يتدرسته بالتفصيل في الفيزيكس بالكامل أنا عندي السيرفيس تينشن بتبقى دايما اتجاهها الأعلى زي ما احنا قلنا بيتميل عندي بزاوية سيتا دي بسمية الأنجل زاوية التماس بين سطح السائل وسطح التيوب يبقى أنا عندي نهوة الار الريدياس والسيتا الانجل أوف كونتاكت زي ما قلتك بنعمل اتزان للقوة بين وزن الفيليويد وبين الفورس اللي هي جاية من السيرفيس تينشن ودي بتدين زي ما احنا نتكلم نستشارحين في المحاضرة امتى بيحدث ارتفاع للسائل وامتى بيحدث انخفاض للسائل عندنا داخل في كل الاحوال زي ما قلت بنعمل التحليل عندنا يبقى أنا عندي السيرفيس تينشن الفورس اللي اعلى قدامنا وعندنا الوزن الاسفل وبعدين بيعمل اكويتنج اللي القوطين اللي عندنا اللي هي السيرفيس تينشن فورس و طبعا بقى مركبة القزين عندنا ياخد عندي القانون المهم اللي موجود قدامنا ده انه الاتش بتساوي اتنين سيجما قزين سيتا على جاما في آر هذا القانون بيديني ارتفاع اللي هو الكابلاريتي داخل الانبوب يبقى أنا عندي السيتا مهمة جدا عندنا السيتا ممكن تكون اكبر من تسعين ممكن تكون اقل من تسعين اكبر من تسعين زي حالة الزبق وزي ياخد شكل مقاعر معظم السؤال بياخد شكل محدب عندنا في حالة لما بيكون هذه الزاوية قريبا من 0 السطح لعيبا بياخد شكل أفقي وبالتالي اقدر احسب قيمة الارتفاع H الموجود عندنا للكابلاريتي ودي احد الخصائص المرتبطة بظاهرة التوتر السطحي لخاصية الشعرية ودي موجودة في الطبيعة في النباتات السيقان بيطلع الخاصية الشعرية نتيجة هذه الظاهرة وشكرا اشتركوا في القناة